محمية الشامبانزي في تاكو جاما على التلال الخضراء المحيطة بفريتاون أعادت فتح أبوابها أمام الزوار خلال الأسبوع الحالي بعدما أقفلت في أب أغسطس من العام الماضي في ذروة انتشار فيروس إيبولا الذي يطال الكرادة والبشر على حد سواء واستمر القلق حتى مطلع السنة الحالية عندما بدأ عدد الإصابات الجديدة بمرض إيبولا يتراجع بشكل متواصل ما سمح لسيراليون برفع سلسلة من القيود المفروضة على التنقل وإعادة فتح حدودها واستقبال السياح المقدمين مجددا دشنت المحمية الممتدة على 40 هكتارا في العام 1995 لإنقاذ الشامبانزي التي سرقت عائلاتها في إطار الإتجار بالحيوانات أو تم القضاء عليها لاستهلاك لحمها فضلا عن القضاء على موطنها والقرب الأهلية التي اشتاحت سيراليون حتى العام 2001 وتعتبر مؤسسة جين جودال المتخصصة أن ثلسة الشامبانزي في العالم قضوا من جراء وباء إيبولا منذ ظهور هذا الفيروس للمرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي هذه المتخصصة 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 ترجمة نانسي قنقر